من ظلام العزلة إلى شروق الانفتاح على دول المنطقة بالتحديد يواصل العراق خطواته ومن بينها ما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والسعودية ودور بغداد في مواصلة تقديم التسهيلات لإجراء مباحثات مباشرة بين وزيري خارجية البلدين في العاصمة والتي تؤكد من منظار مختصين عودة لعب الأخيرة لدورها المحوري في المنطقة العراق أصبح ورقة كبيرة ورقة للتفاوض بين بعض الدول المتناقضة في الرؤية السياسية صح التعبير فاستضافة العراق لبعض الاجتماعات التي كانت موجودة بين السعودية وبين إيران ستصل إلى محاور كبيرة وتستطيع حلحلة كافة القضايا الأقليمية انتهاج بغداد لمبدأ خفض التصعيد في ظل الأزمات المتزاحمة أقليميا يمثل قطف ثمار السياسة الخارجية الرامية نحو تعزيز الاستقرار والتهدئة وما يترتب بتحقيقها من تعاون وفق مبدأ متبنيات الحوار على أن يكون وفق رؤى تحليلية في مضمار البحث عن المصالح المشتركة ضمن سياسة تبادل المنفعة هذا يحقق نوع من الاستقرار في المنطقة ويقلل من حالة التدهور والتوتر وبالتالي تصبح المنطقة آمنة مستقرة ويتمتع شعب هذه المنطقة بخيراتها بعيدا عن الصراعات وبعيدا عن الأزمات صفحة جديدة من صفحات خارطة الانفتاح التي تروم السياسة الخارجية العراقية تحقيق قفزات دبلوماسية عبرها في محور تمتين العلاقات الستراتيجية مع أقطاب المنطقة وما يمكن أن يتحقق من خلالها في مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق مبدأ مصطحة العراق أولا من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير